كشفت التنقيبات الأثرية في الأراضي المقدسة عن اكتشاف كنيسة بيزنطية في ضواحي القدس تعود إلى القرن السادس الميلادي مع أرضية من الفسيفساء تعكس موضوعات من الطبيعة وسرداب نادر ومجموعة كبيرة من المصابيح كما تمت إضافة كنيسة صغيرة في المكان خلال عهد الإمبراطور قسطنطين الثاني الذي قدم دعماً مالياً قوياً لاستكمال الكنيسة الصغيرة ويتبع الكنيسة المكتشفة غرفة للدفن تحت الأرض مع سلالم منفصلة للوصول إليها والخروج منها ما يجعلها إحدى الكنائس الهامة في العهود السابقة حيث أكدت تلك الاكتشافات أن الكنيسة كانت مكرسة لشهيد لم يتمكن الباحثون في الحفريات من الكشف عن هويته لكن النقوش الموجودة تشير إلى أن هذا الشهيد كان مهماً في زمانه